ممكن نكتسب عادة جديدة من ولادنا وايه هي العادات اللي اكتسبتها من ولادكم انا اكتسبت كتير جدا من ابني كتير جدا يعني يعني بقيت اطول بالي اكتر يعني هو علشان عصبي فبقيت ارجع السبب ان انا العصبية وان انا اللي موطرة وان انا اللي ما بسمعوش فبالي بقى طويل قوي يعني وكنتش كده انا اتغيرت هيو بس اقتي هو عنده شخصية حاجة معينة في شخصيته دقيق فتعودتي عليها منه يعني عنده دقة كده وانا عايز يعرف معنى كلمة حاجة بتاعي يفضل وراها 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 مش بتاع كروتة يعني مش بتاع كروتة خالص وحماسي يعني لما يتحمس لازم يعني حل اه فانا شوية بقيت اتعلمت الحكاية منه اه بقيت زي وانت انا اتعلمت اه فاطمة دايما لما تيجي تغلط او تيجي مثلا انت تقول لها مش عارف ايه غلطة بتاع بتقوم عاملالك ايه اه 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 خلصة خلصة يعني اول ما بت مش عارف ايه وتيجي تبصي لها اه توقع اه وبعدين انت بقيت تعملت خلص بقى في بقيت اه اعمل كتا لا اي حد في البيت مثلا ايه بابي مش عارف ايه اه انا اتعخرت او اه او مش هنروح المكان ده زي ما انا وعدتهم مثلا او بتاع انت مش عارف ايه فاهموا عليك اه خلصة من فاطمة من اصغر واحدة اي جانا هادي اه اكتسبت ايه من الهيه مالك هادي فيه مش عارف ايه مش عارف احط الجلاب ايه اكتسبت حاجات كتير قوي من نديم اه يعني اكتسبت حاجات كتير قوي اه اه هو عنده ثقة في نفسه قوي 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 اه يعني دي حاجة من الحاجات اللي قعدت الاحظه كده فيها واشوف اكتشفت ان ثقتك في نفسك يعني مش بالضرور انت تكون انسان عظيم عشان تبقى وثق من نفسك خالص وممكن تبقى عظيمة ومش وثق من نفسك وممكن تبقى بسيط جدا وثق في نفسك فانا تعلمت منه دي انه عنده ثقة في نفسك الالتزام او انا انسانة ملتزمة جدا اه اصري بس هو ملتزم في عشرة يعني عنده حاجات كده اه مقدسات في حياته لما بيقرر انه يعملها اه ماينفعش يتراجع فيها فورد دي من الحاجات حلو ده لما بحس ان انا بعك او ببعرج في الحتة دي ببصله فبلأ برحمة